مساء الفل يا دكاترتنا اخباركم ايه يارب تكونوا دايما بقى الف خير ان شاء الله في الفيديو ده نعمل مراجعة سريعة جدا على العملي طبعا العملي احنا شرحينه مع النظري ومراجعين عليه بلكن انا عايز ابص للعملي كصور يعني العملي هيجيلي ازاي هيجيلي صور شكلها عملي ازاي وهكتب عليها ايه بالزبط او نوعية الاسئلة اللي هتيجي عليها ايه بالزبط فصلوا على النبي كده يا شباب وتعالوا نبدأ طيب اولا عملي الرينا لسهل خالص ولكن هو مجمع لك كل الصور اللي موجودة كمان في الموديولات اللي فاتت اللي ليه علاقة او اللي تجاب اتذكر اسمها طول ما احنا بنشرح في النظري او العملي يعني اول عينة عندك اسمها طبعا الكنتينر ده او العلبة دي هي اللي بتحط فيها عينات اليورين يعني عشان تحط فيها عينات اليورين طيب الكيس اللي قدامك ده اسمه بادياتRIC ADHESIF BAG او بادياترIC ADHESIF liver pack وطبعا هو يعني كيسها بينزل فيها اليورين صح وهو معمولة على شكل قاعدة كده عشان ايه عشان تكلكت اليورين من الاطفال يعني هو اسمه بادياترIC ADHESIF BAG يعني هو جاي منين بتاع الاطفال يبقى ده يورين من الاطفال سواء بقى كتابتوا له يونخي والشتر او الانفال هو ده معمولة عشان تاخد عينات اليورين من الاطفال طيب دي كده تلات طباق احنا هنشوفهم في مناظر كتير او هنشوفهم لما يتزرع عليهم بكتريات كتير طبعا انت عارف الطباق دول انا قلت لك العملي كتاب العملي مكرر عينات كتير قوي من الموديولات اللي فاتت وانا هتطهم لك كلهم عشان برضو تراجع عليهم ده البلاد اجار ده الماكونكي وده الكليد والتلاتة ما تزرعش عليهم حاجة يعني وغالبا مستحيل يجي لك اصلا صورة واحد منهم لان ده شغل سنة اولى البلاد اجار هنزرع عليه والماكونكي والكلد وطبعا ما تنساش ان الماكونكي بتاع عائلة الانتيروبكتريسي كلهم زي الاي كولاي والكليبسيلا والكلد ده بتاع اي عينة يورين يعني من اشهر الميديا بتاعة عينات اليورين طيب دي صورة مهمة جدا بالنسبالي دي باصيلز ودي ريت سيلز دي باصيلز وانت عارف طبعا ان انا محتاج اكتر من 8 باصيلز على الهاي بار فيلد عشان اقول ان دي بايوريا يعني انت عارف ان الصورة دي بتستخدمها عشان تشخص حالات البايوريا بمعادلة معاناة مش عايزة ارجع بقى للنظر اللي احنا شرحناه اما الريت سيلز في بعض الحالات عينة اليورين بينزل معاها او ريت سيلز اشهرها حالة الهانيمون سيستايتس وكمان ممكن في واحد ميل لسنه كبير عنده مثلا بروستايتس او واحد بقى عنده بوستستريبت جلوميرينوفريتس يعني اوتو اميون ديزيز وطبعا حاجات دي المفروض برضو تبقى عارفها يعني ايه هي اشهر الديس اوردر اللي ممكن ينزل فيها ريت سيلز طيب انا لو بصيت على الصورة دي هقول لك ان دي جرام نيجاتف باسيلاي انا معرفش مستحيل اعرف ايه هي بس احنا هتطلق بينكو سين اي كولاي ليا ان دي اهم باكتيريا جرام نيجاتف باسيلاي شرحناها الموديول ده فلو جات لك الصورة دي قوله دي جرام نيجاتف باسيلاي بينكو سين كده قوله الاي كولاي او يعني غالبا ولو كتبت اي كولاي برضو يحسبها لك صح مفيش مشكلة خالص طيب تعالوا بقى نكمل قصة الاي كولاي كده الاي كولاي لو اتزارعت على الكليد يا شباب هتدت اللون اليلو هتعمل يلو كولونيس يبقى دي الاي كولاي مزروع على الكليد طبعا الصور اللي هتطلق دي هي نفس الصور بتاعت الساكاشن نفس الصور بتاعت الكتاب عشان تخش تلاقيه في وشك زي ما هي كده ودي الاي كولاي لو اتزارعت على الماكونكي انت اصلا عارف قصة الماكونكي انه ميديا بيفرق ما بين البكتريات according to lactose fermentation وبما ان الاي كولاي بتفرمنت كل الشجر هتدي على الماكونكي اللون البنك الماكونكي بيدي بنك لو فرمنتر يلو لو نون فرمنتر الاي كولاي فرمنتر يبقى هتاخد اللون البنك يبقى على الكليد خدت يلو وعلى الماكونكي خدت اللون البنك طبعا انا كاتب لك هتكتب ايه بالزبط ميديا باسمه ماكونكي وهتكتب الوصف بتاعه انها بينك كولونيز ليه لانها lactose fermenter طيب اتفقنا واحنا بنشرح يا شباب ان فيه شفرة اربعة ستات اسمهم انفك اندول وميسايل ريد وفوجس بروسكاور وستريت يوتليزيشن اربعة ستات بنجمعهم في شفرة اسمها انفك واتفقنا ان شفرة الاي كولاي بوزيتف بوزيتف نيجاتف نيجاتف يعني ايه يعني بص معايا كده اندول بوزيتف اهي اندول بوزيتف بيبان على شكل بينك او ريد رينج اهي ثم ميسايل ريد بوزيتف اللون احمر هو ثم فوجس بروسكاور بوزيتف ثم ستريت فوجس بروسكاور نيجاتف ثم ستريت نيجاتف يبقى دي شفرة الانفك وهيجب لك الصورة دي جنب بعضها كده وهيقول لك مين اللي اربعة ستات دول وقول لي مين فيهم بوزيتف ومين فيهم نيجاتف فلازم تبقى حافظ الشفرة بتاعتها طيب دي صورة كده لتست الفوجس بروسكاور او الفي بي لو كتبت الفي بي صح عادي ودي صورة سنة اولى يعني صعب قوي يجيلك صورة بدائية زي صورة الاندول تست اهي صورة بدائية برضو وصورة الميسايل ريد تست كل دي صور من سنة اولى وصورة الستريت يوتيليزيشن طبعا بوزيتف بلو ونيجاتف جرين ويعني الكلام ده برضو ايه يعني مراجعات من سنة اولى طيب الايكولا يا شباب لو جاب لك الصورة دي ودي من الصور الكومون طبعا الشجر فرمنتشن تجارب الشجر فرمنتشن هيجيب لك خمس انابيب اهم لو لونهم ابيض يبقى ما حصلش فرمنتشن لونهم بينك يبقى حصل فرمنتشن الانبوبة المقلوبة اللي جوه دي اسمها دورهمزي تيوب انت اكيد تفاكر الكلام ده من سنة اولى دي بتديكت الجاز لو فيه جاز ولو انت ااخد بالك هتلاقي الخمس انابيب لونهم بينك يعني البكتيريا عملت فرمنتشن لكله وهتلاقي الانبوبة اللي مقلوبة جوه دي فيها جاز يبقى عملت برودكشن اف اسد اند جاز اما لقى الانبوبة اللي جعق جنبهم السادة دي لده تست الاندول يا شباب وفوق في ريد رينجة هيه يبقى ايا اندول بوزيتف يبقى الايكولاي في الصورة اللي قدامي دي كان فرمنتو اول شجر وزبرودكشن اف اسد اند جاز واندول تست ايه بوزيتف طيب على التريبل شجر ايرن لو انت فاكر تست التريبل شجر ايرن هو عليه ثلاث انواع من الشجر وعليه فرر الصالفات كنا لخصنا التست ده واشنا مشروحه في يوم الايام انه هو لو بوزيتف لو فرمنت يبقى يلو فرمنت يبقى يلو نو فرمنت يبقى ريد هو اصلا كان ريد حطيت الايكولاي بقى يلو ليه كله بقى يلو فوقه تحت الحتة دي كان يسميها سلانت واللي تحت يسموها بط هو يلة سلانت يلوبط ليه يا باشا لان الايكولاي فرمنت الل Blue Shugars واحنا في تيستل TSI الفرمنت يساوي يلو اما الايه لحتة الفاضيه اللى تحت ده ده دي باشا الجاز بروديشن يبقى انا بالفراغ اللى تحت دها قفاش تجاز هنا وبدورهام زي تيوب قفاش تجاز هنا يبقى انت عارف ان الايكولاي كان فرمنت was production خشت على اخت الايكولاي وهي الكليبسيلا لو بصيت على الصورة دي واحد يقول لي قضي جرام نيجاتف بس الله عادية اقولك لا مش عادية لو بصيت حواليها هتلاقي فيه دوائر فضية هي دوائر اهي محاطة بانستين دهالو وانت عارف ان الكابسول بيبان يبقى اللي بيميز الصورة اللي قدامي ان البكتيريا دي كابسوليتد وانا جرام نيجاتف بس الله كابسوليتد على طول تكتب الكليبسيلا وانت مستريح يبقى لازم لازم لما جيلك الصورة دي تقوله انها ايه انها كابسوليتد طيب تعال نكمل بقى الكليبسيلا عالكليد بتدي اللون اليلو بس دايما الكليبسيلا بسبب الكابسول بتاعها الكولونيوس بتبقى ميوكويد بص يعني بتبقى بارزة عن السطح بالشكل ده اهي بص وهي هنا ميوكويد وهي هنا ميوكويد برضو يبقى على الكليد هي ييلو بس ما تنساش تكتب كلمة ميوكويد وعالمة كونكي هي بينك برضو بس مميزة اوي بارزة عن السطح كده برضو هتكتب ميوكويد بسبب الكابسول يبقى هي ما فرقتشك طبعا يا فرقت كتير جدا في الصور بس اخد بالك انت انت هتعرف تفرق الصور لان الصور دي هتجي لك بالنص بس انا بكلمك كعلم لأ ممكن الصورتين يبقوا شبه بعض انت في الامتحان هتفرق عاجة سهلة انما كعلم انت انا مهتم جدا في الكليبسيلا بموضوع ميقيد ان الكولونيز بتبقى بارزة عن السطح بالشكل المميز ده وده اللي بيميزها عن الايكولاي طبعا اكتر حاجة بتفرقها عن الايكولاي هي شفرة الامفك لانها معكوسة هنا هي ان يلو رينج مش ريد ميصايل ريد نيجاتيف يلو مش ريد فوجس بروسكاور بوزيتف اهو والستريت باللون الازرق يبقى ستريت بوزيتف يبقى هي الاربعة دول مقلوبين عن الايكولاي ماشي خش على بكترية البروتياس بكترية البروتياس يا شباب تحسها دخلة في بعضها كده معجنة في بعضها قريبة شوية من شكل السيدفتيريا يعني لو عندك ذكريات كأنها شينيز لتر أبيرانس معجنة في بعضها شوية كده فانا بقول انها جرام نيجاتف مطيل بكتيريا هي مش م بس دي هايلي مطيل دي بشا دي اشهر بكتيريا مطيل في الجرام نيجاتف باص لاي كلها لأنها بتعمل حركة اسمها ضرور بنج موتيليتي يعني بتعمل الموج الغريب ده سواء عن Inutrient اجار على الشمال او على البلد اجارة اليمين هتعمل حاجة اسمها ضرور بنج موتيليتي واللي ضرور بنج موتيليتي هي حاجة مميزة جدا جدا للبروتياس طيب البروتياس طبعا من اشهر التستات التي بتميزها هي تست اليورييز هي اليوريزoon positive سنقولها بقى اليوريز تستي لو بوزوتف بيبان باللون البنك ولو نيجاتف بيبان باللون الييلو هي يوريز بوزوتف يعني بتطلع انزيم اسمه يوريز وعشان كده واحنا بنشرح في النظر حتى قلنا انها بتعمل ممكن تعمل UTI with alkaline stones طيب خشيلي بقى على مجموعة تستات مهمة جدا جدا في اليوريناليزيس اه اتكلمنا عن حاجة اسمها كيميكا الاناليزيس of urine واتكلمنا عن مجموعة تستات بيحصلها color change هناخد منهم اتنين مهمين جدا وبعد كان كامل البكتريات بتاعتنا اول واحد اسمه نيتريت ريداكتيز تست كلام ده برضو شرحناه احنا بنشرح العملي او النظري وللمرة التانية شباب العملي والنظري داخليه مع بعض في المذكرة بس احنا هنعتبر المذكرة دي نظري يعني انا بقى مذكرها وقريها كويس قبل النظري في العملي هتلاقي كلام كله بيتكرر من اول كلمة الدياجنوزيس تبقى مراجع عليه وتبقى بس مذاكر الفايل او الفيديو الصغير ده وتتوكل على الله تست النيتريت ريداكتيز اتفقنا ان ده عشان اشوف فيه بكتريوريا ولا لا فيه بكتريوريا ولا لا يبقى النيتريت ريداكتيز تست ده عشان اشوف فيه بكتريا في اليورين ولا لا اما اليوكوسايت استريز عشان اشوف فيه بيوريا ولا لا يبقى النيتريت ريداكتيز زي ما اتفقنا في النظري ده بتاع البكتريوريا والليوكوسايت استريز ده بتاع البيوريا عن فكرة هتلاقي مكتوب على الجنب يعني هو مش هيجبلك شريط لا ده انتهتلاقي الشريط مكتوب عليه على الجنب يعني انت كل اللي هتبقى محتاجه ايه انك تشوف بس المكتوب على الجنب عشان تشوف اسم تست طبعا دي تاني دي بますلز دي صورة ليه preço دي صورة ليつلز ودي صورة ليس كويمة ولو انت بقى ذاكرة المذاكرة كويس هتبقى قاري معي امتى ب inicialز امتى ر ليس كويمة باسصد سلزي غالباً بتبقى كونتامينيشن للعينة العينة بتاعتك نفسها بقى كونتامينيت طيب ارجع تاني للبكتريات البكتريات اللي قدامك دي اسمها سودومونس هي جرام نيجاتف مو طايل باسلاي طبعاً واحد يقول لك طب ما ممكن اطلق بطمام بين الصور اقول لك يا باش الصور هجيلك زي ما هي وغالباً مش هيجيب لك صورة بكتريا زي دي غالباً يعني انما هيجيب لك دايماً هيجيب لك الميديم الاشهر لكل بكتريا يعني السودومونس مشهورة قوي باللون اللي اخدر ومشهورة قوي بالإفكت بتاع الطباق فيبدأ يجيب لك صورها على الطباق مثلاً على المكونكي هي نانفرمنتر وطالما نانفرمنتر تاخد اللون اليلو بعكس الـ E.coli والكليبسيلا اللي خده اليون البينك لا ده دي خدت اللون اليلو ليه لانها نانفرمنتر على فكرة ما بتعملش فرمنتشن لأي نوع من النوع الشوغرس بس هي مشهورة قوي يا باشا باللون اللي اخدر مثلاً لو جاب لك صورتها على الكليد ودي صورة ضعيفة شوية دي صورة السودومونس على الكليد عملت اللون اللي اخدر لا مش دي الحاجة المشهورة المشهورة هو أشهر حاجة في السودومونس لونها الاخدر عن نيوترينت أجار ولو قال لك ليه بتعمل اللون اللي اخدر قوله لان السودومونس بتطلع بطلع حبيبات بايوسيانين وفلورسين الكلام ده خلق النفر نظري واحدة زرقة واحدة صفرة مع بعض بتدي اللون الاي بتدي اللون الاخدر يبقى هي جرينش على نيوترينت أجار طيب على التريبل شوجر ايرن احنا اتفقنا ان التي اس اي لو فرمنت ييلو نون فرمنت أحمر صح؟ طيب ما السودومونس نون فرمنتر يبقى تاخد اللون اللي الرد خدت رد دهو سلانت رد بطرت كلها رد ليه لانها نون فرمنتر اوكسيديز بوزيتف وده تست الاكسيديز بتاع سانا اقولها دايما بيبان باللون البربل السودومونس اكسيديز بوزيتف طيب خشيلي على بكتيريا اسمها أسينتوباكتور اتفقنا في النظر انها من اشهر البكتريات اللي موجودة في المستشفيات والهايلي دراج رزيستان او المالتي دراج رزيستان الأسينتوباكتور اهي هي جرام نيجاتيف كوكوباس اللاي بتبقى امبيرس اتنينات بالمنظر ده اهي حتى يقولك انها نيزيريا لايك شبه بكتريات النيزيريا اللي هناخدها بالتفصيل الممل في موديول الريبروداكشن ان شاء الله بإذن الله وموديول السينيس الترمي الجاي الأسينتوباكتور يا شباب جرام نيجاتيف كوكوباس اللاي لو لاحظت لو دققت هتلاقيها محاطة بدايرة بيضة يعني هي برضو كابسوليتد زي الكليبسييلا والكابسول دايما بيبان في الجرامستين اس آنستين دهالو يبقى هي كابسوليتد وكوكوباس اللاي وإمبيرس لو جدت زراعها على المكونكي هتدي لك اللون البيلييلو برضو هي نانفرمنتر يبقى داتني نفس فكرة اللون الايه اللون اليلو طيب خشيلي على الستاف ودي بقى يعني صور قديمة قوي احنا عاوز منها عينة واحدة بس الجديدة انا بعد ما اخلص هراجع معاك اقولك الحاجات اللي هي يعني غالبة نتخشي تلاقيها ان شاء الله دي شكلة بكتيرية الستاف تحت الميكروسكوب جرام بوزوتف كوكاي الرانجد ان جريب لايك كلاستر ازا عاملة زراع نقود العنب كل عائلة الستاف عندهم انزيم اسمه كاتاليز كلهم كاتاليز بوزوتف وتستل كاتاليز بيبان اس جاز بابلز بالشكل اللي قدامك ده طيب بص كده على الصورة دي ده البلد اجار مزروع عليه بكتيريا قدت لون اصفر منوره يعني بيتا هيموليزيس يبقى انت بتتكلم دلوقتي على الستاف اوريس الستاف اوريس يا شباب بيتا هيموليتيك وديه معلومة انت عارفها اكيد يعني على البلد اجار بتعمل complete hemolysis للبلد وبتبان باللون ايه بالدان باللون الاصفر كمان الستاف اوريس مميزة جدا من الكواجيوليز تست الكواجيوليز تست هو كل الستاف عندهم كاتاليز بس مش كلهم عندهم كواجيوليز الستاف اوريس عندها كواجيوليز بيبان بوزوتف بالشكل ده أما بقية اللي استفات أصلا وإحنا بنشرح سميناهم الكونز يعني كواجيوليز نيجاتف استفيل وكوكاي ودي بتبان كواجيوليز نيجاتف يبقى يقولك ستاف أوريس بيتا هيموليز عند كواجيوليز بوزيتف التست ده مهم جدا بالنسبة لي على فكرة بص ده تست بلاد أجاره بس في كابسولة مضاد حيوي صح ومكتوب عليها NB يعني نوفو بايوسين مهم جدا هو عمره ما يجيب لك تست ويقولك نوع المضاد الحيوي من غير ما يديك حروف بتاعته أصلا أنا مش ساحر هعرف منين NB يعني نوفو بايوسين يبقى ده اسمه نوفو بايوسين سينستيفي تست طب خد بالك أنا لما زرعت عليه بكتيريا أهي المفروض الكابسولة دي تبقى محاطة بدائرة فاضية لو كانت البكتيريا بتتأثر بهذا المضاد الحيوي إنما أنا لقيت الكابسولة دي مفيش حواليها زونف انهيبشن يعني البكتريات اللي أنا زرعتها مماتتش من الدوة ده يعني البكتيريا اللي زرعتها نوفو بايوسين ريزيستنت تم خد بالك التست ده معمولة عشان يفرق بين بكتريتين الستاف ابيديرمدس نوفو بايوسين سينستيف واحنا ملناش دعوة بيها أصلا احنا شرحناها في المسكوليو سكيليتال دي موجودة نورمال فلورة في الاسكن وبتحب البروستاتيك ديفايس إنما احنا النهاردة بنتكلم على الستاف سابروفتيكاس اللي هي بتجيب يوتي آي للسكشة والأكتف يونج في ميل يبقى الصورة دي لو جات لك قوله ده نوفو بايوسين تست بس دي خد بالك دي ستاف سابروفتيكاس ليه عرفت ازاي لأنها ريزيستنت للنوفو بايوسين طيب دي بكتريات الانتيرو كوكاي هي المفروض كانت تبع عائلة الستريبت يبقى هي جرام بوزتف كوكاي اي نعم هي مش تشينج طويلة تشينز قصيرة شوية وانفصلت عن عائلة الستريبت بميزة انها كتاليز نيجاتيف وبصراحة يعني انا مش عايز منها الصورة دي انا عايز منها شغلها على ميديم اسموبايل اسكيولن من الطباء المميزة جدا عندنا في العمل البيل اسكيولن اجار ده ميديم خد بالك احنا وحنا منشرح الانتيرو كوكاي قلنا انها بتنمو على اي ميديم يعني مش هتزعلك هتنمو على اي حاجة بس هي لها ميديم خاص بي اسموبايل اسكيولن ده سيلكتف ليها عليه بايل وعليه مادة هي هتعمل لها هتهايدرولايز الاسكيولن وتديني في الاخر بلاك كولونيز يبقى في الاخر اللون بيبان باللون الاسود بسبب شغلها على مادة الاسكيولن وبتحب الميديم ده لانها بتحب البيل يبقى الانتيرو كوكاي الميديم الرئيسي بتاعها اسمه بايل اسكيولن اجار الميديم اللي قدامك ده طيب شغل بقى المضادات الحيوية اللي انت عارفه اشهر تست مضادات حيوية اسمه كيربي بوير ميسود او احد انواع الانتيبيوتك سنستيفيتي تيست ديسك ديفيوجن لو انت يعني مجمع معلومات الطبق اللي بنعمل عليه تيست المضاد الحيوي ده اسمه مولر هينتون اجار كنا اخدنا قبل كده في سنة من السنين ان احنا اخترنا الطبق ده بالذات لانه فيه الغذاء الكافي للبكتيريا ولانه ما بيقصرش على شغل المضادات الحيوية ودي ديسكات المضادات الحيوية اللي انت هتبدأ تحطها تزرعها على الطبق عشان تشوف البكتيريات سنستيف ولا ريزيستان يعني اقدر اقولك ان دي العدة بتاعة الشغل بتاعة التست ده التست او الميسود اللي اسمها ديسك ديفيوجن او الكيربي بوير ميسود طبعا على ارض الواقع اهي والطريقة بتاعتها اهي وانت عارف الكلام ده ميت مرة يعني بص ادي ادي تست الديسك ديفيوجن اهي او الكيربي بوير ميسود بتحط different antibiotic discs اهي بمسافات معينة وعلى البكتيريا المزروعة وبتسيبهم مع بعض 24 ساعة وبترجع تقيس كتر الدوائر كلما اتسع او زاد كتر الدائرة اللي هي الزونوف انهيبشن كلما زادت درجة تأثر البكتيريا بالمضاد الحيوي ده يبقى البكتيريا اللي انا مش هقول لك عليها المضاد الحيوي ده اثر في البكتيريا وده اثر في البكتيريا وده اثر اقل وده اثر اقل وده اقل وهي resistant للاتنين دول والكلام ده طبعا انت عارفه قبل كده يبقى الديسك ديفيوجن ميسود لازم وانت بتزرع اي بكتيريا على اي طبق سواء بقى كليد ماكونكي بلود اجار اي حاجة لازم تكمل كمان بانتي بيوتك سينستيفيتي تيستنج عشان في اليوم التالت تبدأ تكوليكت الريزلتز وتبدأ تعرف هي resistant الايه وسينستيف لايه طيب دي كده مراجعة سريعة شباب على الصور تعالوا نشوف بقى اهم الصور بالنسبة لنا طبعا استرالي الكنتينر مهمة جدا والبيدياتريك أليزي في باك أساسيات صعب شوية الصورة دي كلها صور قديمة تبقى عارف الباصيلز والريد سيلز بتزيد امتى بتزيد امتى الحالات اللي بتزيد فيها وامتى بتلاقي سكويمس إبيسيليا لسيلز كلام ده من مذاكرة المذاكرة نفسها دي اي كولاي عادية لازم ابقى عارف كل حاجة عن الاي كولاي الاي كولاي يلو عالكلت بينك على المكونكي بس مش ميكويت ده الفرق بينها وما بين الكليبسيال شفرة الامذك بتاعتها نجاتيف بسيتف نيجاتيف تبقى عارف اصلا ان الاندول بسيتف بيبقى شكله عامل ازاي الفوقس بروسكاور والاندول ومصار الريد والستريت تبقى عارف ان الاي كولاي بتفرمنت كل الشوجرس واندول بسيتف يعني عملت هاي سكور على فكرة الكليبسيالة زيها بردو الكليبسيالة بتفرمنت نفس الكلام بالزبط بس الكليبسيالة اندول نيجاتيف يعني لو هي مش منزلها في الكتاب بس لو جاب لي الصورة دي للكليبسيلا هتلاقي الاندول بتاعها نيجاتف مش بوزتف لأنها معكوسة الامفج بتاعها معكوس التيس اي سهل قوي لقيته اصفر يبقى فيرمنت لقيته احمر يبقى نان فيرمنت يبقى ليه اصفر لأن الاي كولاي فيرمنت كل حاجة كليبسيلا مشهورة جدا يا شباب بالكابسول بتاعها ومشهورة جدا انها ميوكويد اينما زرعت الكليبسيلا تلاقيها ميوكويد هي نفس الالوان بس ميكويد والانفج بتاعها مقلوب دابل نيجاتف دابل بوزتف البروتياس مهم جدا بالنسبة لي موضوع الاسوارمنج موتيليتي سواء عن نيوتريان تأجار او البلاد أجار وانها يريز ايه يريز بوزتف تستندو الحياة وموت يا شباب نيتريت ريداكتيست فور باكتريوريا ليوكوسايت استريس فور بايوريا تمام طيب السودومونس مهتم جدا جدا باللون اللاخضر بتاعها سواء على الكليد او على النيوتريان تأجار مهم جدا وطبعا السودومونس نانفرمنتر فمتبان باللون الريد و اوكسيديس بوزتف الاسينيتو باكتر شكلها عامل زي النيزيريا بالشكل ده مميزة جدا على فكرة الصورة دي مميزة جدا لو حاب ليجيب لك حاجة ركاية يعني جيب لك صورة الاسينيتو باكتر الاسينيتو عرفنا معلومتين مهمين انها بيتا هيموليتك الاسينيتو باكتر وانها كواجيوليس بوزتف وبقيت الاستفاد كواجيوليس نيجاتيف اما التست ده حقيق او مود بالنسبالي اللي هو النوفو بايوسين سينسيتيفتي تست لانه بيميزلي الاستافسا بروفيتيكاس اللي هي من اشهر بكتريات الوتي اي عند اليونج في مين انتيلو كوكاي شبه الستريبت مهم جدا الميديا من اللي اسمه الباي الايسكولين لان ده الميديا من رئيس بتاعها وطبعا لازم تبقى عارف صورة الكيربي بوير ميسود او الديسك ديفيجن تست دي يا شباب مراجعة سريعة جدا على العمل الخاص بموديول الرينل ربنا يكرمكم يا رب ويوفقكم وان شاء الله بإذن الله تطلعوا مبسوطين شوفكم على خير ان شاء الله سلام عليكم